تعتبر تربية الدواجن من القطاعات المهمة والمؤثرة في الاقتصاد بإقليب شمال وشرق سوريا حيث شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين في ظل الدعم المقدم من مديرية الثروة الحيوانية في الإقليم تربية الدواجن بشمال وشرق سوريا شهدت إقبالاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة حيث يتجه الإقليم لتأمين الاكتفاء الذاتي من الدواجن ومشتقاتها ذات القيمة الغذائية العالية وبأسعار مقبولة إذا ما قرنت بأسعار لحوم الدواجن ومشتقاتها في المناطق الأخرى تلك مدجانات 3500 سوصي والله الخدمات سابغاً منتازة جداً يعني حالياً صار فيه نقص بل مثل مات المازوت صار فيه نقص والله العلاف يعني سابغاً منتازة جداً هسا فيه قلاء يعني من المادة يعني مات العلاف على الصوص يعني قبل نأخذ أرخص من هيك يعني القطاع شهد تطوراً ملحوظاً رغم المعوقات والصعوبات الكثيرة التي يتصدرها تراجع كميات المحروقات المقدمة لأصحاب المداجن إثر هجمات الاحتلال التركي على المنشآت النفطية في إقليم شمال وشرق سوريا نهاية العام الماضي وما تبعها من نقص كبير في المحروقات لا تزال تشهده المنطقة أولي كنا عم نعطي للشباب المداجن اللي بعامدة 1500 لتر بس بعد احتلال التركي المنابع النفطية تغير الموضوع 120 درجة صرنا نمنحهم أنه كل واحد حسب المودي الموجود عنده بعد الوضع الاقتصادي اللي تغير صرنا نمنحهم حسب الامكانيات يعني حسب التوفير الموجود عند الإدارة الذاتية وتسعى الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحسين المستوى الخدمي للمداجن من خلال إنشاء معامل دات طاقة استيعابية كبيرة وتحسين المادة العلفية وتوفير المحروقات والمستلزمات الضرورية للتخلص من ظاهرة الاستيراد من الخارج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي الذي يخدم سكان إقليم شمال وشرق سوريا نحن كموديل الثروة الحيوانية في اجتماعاتنا الدورية ونقاشاتنا المستمرة مع الجهات المعنية نطالب باستمرار في الدعم اللازم لهذا القطاع من تأمين العلف بالسعر المدعوم وتأمين الصيصان بالسعر المدعوم كي تعتمد هذه المنطقة على الاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء إلى الدول المستوردة في تأمين هذا المستلزمات هو قطاع حيوي يحاول القائمون عليه والعملون فيه تطويره ليكون قطاعاً أساسياً ورافداً لإقتصاد إقليم شمال وشرق سوريا على غرار قطاعات أخرى كثيرة إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي تلك المداجن هي من أبسط المشاريع التي لاقت بعض التقصير خلال الظروف التي مرت بها المنطقة ولكن دائماً ما تسعى الإدارة الذاتية إلى تطوير هذه المشاريع وإنشاء مشاريع جديدة للخدمات المحلية وللتخلص من الاستيراد من الخارج هذه خليفة اليوم ريف عمودة